محاولة جديدة لتحريك الجمد السياسي في ملف الأزمة اليمنية فعلها مش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة بون الألمانية عقد وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات وبحضور وزير الشؤون الخارجية العماني والمبعوث الأممي إلى اليمن اجتماعا للجنة الرباعية الجديد في اجتماع الرباعية هو وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الذي يبدو أنه ناء بنفسه عن مبادرة سالتي جونكيري مع الإبقاء على دعم أمريكي لمساعي الحل التي تبذلها الأمم المتحدة كما نقل على لسان الوزير الأمريكي الجديد لم يخرج الاجتماع ببيان مشترك كعادة اجتماع الرباعية لكن مراقبين عبروا عن اعتقادهم بأن الاجتماع ربما أعاد تأسيس رؤية مشتركة حيال الأزمة والحرب في اليمن وهي الرؤية التي ستعكس بالضرورة المواقف الخاصة لأكثر الدول تأثيرا في المشهد اليمني وضعت المملكة العربية السعودية كل ثقلها على ما يبدو من أجل إعادة تأسيس رؤية سعودية أمريكية مشتركة وأكثر موضوعية حيال الوضع في اليمن لذا كان لافتا حضور السفير السعودي في اليمن محمد بن سعيد الجابر خلال لقاءات وزير الخارجي عادل جبير مع نظيره الأمريكي وفي مسقط أعاد الأمين العام للأمم المتحدة أونطونيو غوتريس التذكير بالوضع المأساوي في اليمن وعبر عن رغبته في أن يكون قادرا على خدمة ودعم جهود جميع أولئك الذين يريدون إعادة تأسيس السلام في اليمن حتى يتمكن الناس من التغلب على المأساة الحالية الثابت الوحيد في التحركات السياسية لحل الأزمة والحرب في اليمن ربما يكون المبعوث الأممي نفسه الذي كان الانقلابيون قد طالبوا بتغييره فثمت تغيرات قد حدثت ومن المرتقب أن تكشف عنها تطورات الأحداث خلال الفترة القليلة المقبلة